اهلا بنات مساء الخير عليكم بغيت نشارك معاكم الصفرة ديالي للمغرب اول حاجة خرجنا تقدينا ذاك الشي اللي خاصنا واخديناها كقهيوة من بعد صراحة تعب ديال ديال طق ديال وذاك شي وهنا رجعنا للدار خديت اليادوش خفيف من بعد جاوجت الحوجة ديالي اللي غالبس وهنا كنا شدينا طريق المطار طبعا غنصافر غير انا وولدي بوحدتنا المغرب ان شاء الله وهنا يا درتلي تفرجي شوية بينما توصل لنا الوقيته صافي هنا يا ما مر السعادة طبعا اللي من كتكون وكتمشوا فيه كتحسسوا صراحة بوحد الفرحة خصوصا انكم غادي نتشوفوا داركم اهلكم الله يحفظ لينا وليدينا و الله يحفظ ليكم وليديكم يا ربي وكان عندنا ليسكال في الدوحة اطول مطار اكبر مطار شفتوا في حياتي صراحة كنت تمشى وكتنقلوا بالمترو من بلاسة لبلاسة وشوفوا هاد الحديقة اللي دايرين تقولوا غابة ما شاء الله تبارك الرحمن ولكن صراحة كالمطار زوي نونقي باش ما نعياش حيات ما اخذتش البوسة دي الفارس اضطريت اني نحطوا بحالك واصلا عجبوا الحال كيتفرج وهنا الحمد لله وصلنا المركشة الاخير وهاد سيدة داول يعوني في الباقاج وهنا يلقت دارنا استقبلوني بالورد بحال دي مالله اللي يخليهم ليا يا ربي ارتي واحد اللي فرحة صراحة من يربي اغرى اغرى وكيف ما كتشوفوا الاستقبل من غير الورد الاستقبل المغريبي اي حاجة صراحة كتعجب نلقت ماما مصيبة الله يخليها ليا